رأس حكم إقليم وديفيرا محمد ديليو تنكل الجلسة التحضيرية لأعمالي اللجنة المكلفة بدراسة ملفات نقليات المعلمين للحكومين من وإلى الإقليم خليل حزن صالح تمهيدا لأعمال اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلب نقليات المعلمين الحكوميين جاءت هذه الجلسة التحضيرية التي عقدت بمدينة بلتن حاضرة إقليم وديفيرا وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية المعنية بدراسة الملفات وطلبات المعلمين التي تعقد لاحقا بالعاصمة أنجمينة حضر الجلسة حاكم إقليم وديفيرا الجنرال محمد دليو تنغل فضلا عن المفتشيين التربويين والمسؤوليين الإداريين بالإقليم المندوب الإقليمي للتعليم والشباب بإقليم وديفيرا حسين إبراهيم عبد الله قال إن هذه الجلسة تسمح للجنة تشخيص المشاكل المتعلقة بالنقل وكيفية استقبال ملفات المدرسين مضيفا أنه قد تم تسجيل 63 ملفا بالإقليم تم اعتماد 34 منها طبقا للنصوص المعمول بها حاكم الإقليم محمد دليو تنغل أشاد بالدور الفعال للمعلمين رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد كما تطرق إلى ضرورة احترام النظم والقوانين في مجال نقل وتحويل المعلمين حاثا إياهم إلى مضاعفة الجهود وتقديم التعليم النوعي لأبناء الإقليم احتفل مناضل ومناضلات حذب الحركة الوطنية قادة بإقليم حجر لميس وذكرى الأولى من تنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنور بمناسبة ذكرى مرور عام على تنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنور احتفل مناضل ومناضلات حسب الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالبة بإقليم حجر لميس بهذه الذكرى رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال الدكتور حسين اببكر أشار إلى أن رئيس الجمهورية ساعم في تحقيق برنامجه السياسي وأن حصيلة عام مضى إيجابية بكل المقايس على حد قوله الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس شكر المناضلين والمناضلات على مساندتهم ودعمهم الدائم لمؤسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ ممثل رئيس الجمهورية بحجر لميس حاكم الإقليم علي وآدم عبد الله أبان في خطابه بأن مشاركة أهالي حجر لميس وخروجهم بكثرة في الحملة الانتخابية وانتخابهم مرشح التحالف إدريس دي بإتنه لم يأتي من فرق وإنما على أساس البرنامج الحقيقي الملموس الذي وعدهم به في خدمة الإقليم بتعبيد طريق ما بين مسكوري أنجوري بول وانشاء خزان كبير للمياه وغيره كما انتهز الحاكم علي آدم عبد الله الفرصة لينور مواطنيه بأن إقليم حجر لميس في هذه الولاية الرئاسية سيشهد تنفيذ العديد من الأمور الأخرى